السلام عليكم خواتاتي ان شاء الله يجبكم هذا الفيديو في احسن الاحوال جبت لكم اليوم وصفة رائعة وبنينة بزاف الناس كامل يحبوها خاصة في رمضان يحبو ينبعو بيها كي ناس تحبها كل يوم يعني هذا الوصفة تبعوا معي ساعدك تشوفها مع الاخر نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بالبطاطا تعنا هي اللولا حنقشروها ونحطوها تفور ممكنك معرفته الوصفة وشي هي يعني ما نقول هلكمش اللي بغت تراحضوك الاخر الفيديو تشوفها تراح تشوفها ولي بغت تبع معي هكا حتى الاخر تشوف معي حتى الاخر وخلاص عني هنا ثلاث حبات بطاطا وانتو ما هديروا حسب افراد العائلة قطعتها هكا يعني مربعات هكا صغار شوية وحكمت درت لها شوية برقة عن ملح وفورتها هذي كعادل عنوان تحها يعني كما راكم تشوفوا ما بغيتش يعني نقول على الوصفة من الأول هذي هي هذا هو المغزى برقة هانتلا شوية ملح يبنات نحطها تفور ونروحوا لسلسة عندنا الهنية شوية زيت وعندنا شوية ترافة عجاج هكا عندي نصف صدرت عجاج قطعتو هكا ترافه رقاك كما راكم تشوفوا شرائح هكا يكونوا رقاك به هالطريقة ونحطوه يتقل المليح مليح احنضيف له الهنية شوية الفلفل لكحن وشوية ع الملح تحبوا تزيلوا التابل تعجاج الهنا زيدوا ونحطوه يتقل المليح مليح حتى يكتسب هذا اللون الذهبي يعني ويطيب يعني الججدة نعلو لحي يتلقلكم الماء وكل شيء وبعد يعاودي نشف من هذا الماء ويتقل المليح من بعد نحيوه هنا بعد ما طب الججدة هي البنات نحيته هكا نحيه كامل من المقلات وذكا راح نقول لكم يعني على البصلة هنا البصلة شوفوا لي ما تحبش ولي ما تحملش تعمة البصلة القاوية على خطر هنا هاذ السلسات جي فيها تعمة البصلة قاوية انا نحبي نقول لكم التفاصيل باش ما تروحيش تجربي وتقول لي تعمة البصلة ولاخر اللي ما بغتش البصلة يعني مباشرة نفوق الجج تضيف هذوك الاشياء اللي راح نضيفوهم بعد ولي تحب البصلة كما حالتي يعني تدير البصلة كما هكا انا نحيت الدجاج ودرت شويات على البصلة كما راكم تشوفوا ودرت فيها التابل تعجاج ودرت فيها ثاني فلفل الحمر الحار قليتها مليح مليح وش هو متخليوها تتحرق يعني قليوها برك مش يتحرقوها قليوها حتى تذبال مش يتكرموها يعني هكا هاي ذبال تمليح بعد نروح نزيد لها الكريمة الطبخ كريمة الطبخة بالنسبة لي انا ما عدش خلاص نشريها انا نخدم هذيك اللي فدارة انا خدمتها معاكم ونقداهم الخطرة هذيك تعزيت وحليب فرات يعني اللي بغت دير كريمة الطبخة لاتباع معليش ودرت شويات على الفرماج رابي راح يخثرها لي هني يا ابنت اذوك تشوفوا معايا بعدما غلات اللي هنا حسيتها بلي خاثرة بزاف زيت الها نسكاس نتع الحليب خاطرة هذيك الفرماج يخثر بزاف هذي السلسة بنينة بزاف وتصلحتها البيتزا يعني تحبوا تديروا بيتزا بسلسة البيضاء تجيكم بنينة بزاف وقالت لكم لي ما بغتش البصلات ضيف مباشرة من فوق الججج ضيفي الكريمة فراش وكريمة الطبخة وضيفي مثلا هكا مناكيهات اللي بغت نتياز عطرة ولا فلفل كحل ولا اي حاجة وضيفي الفرماج ومبعد تفع لها انا بغت البصلات دير كما انا هكا بعد ما اخذرتي البنات حكمت ميكسيتها كما شفتوا معايا ميكسيتها بالبراء بشتعود لسلسة رطباء هكا ومبعد ضفت هذك الدجاج في الاخر يعني ضفت هذك الدجاج داعي اللي كنت قليته تجيكم واحدة السلسة يعني البنات شوفوا صدقوني ما شاء الله وقلت لكم تقديروها في بيزا بسلسة البيضاء نجيكم رائعة بربي ان شاء الله هنجربها معاكم كاشنها يعني انا بزاف الوصفات اللي قاعدين يطلبوهم مني لابيها منقدر لنديلها هذي يسمعها نمشي بلاعقل بلاعقل حتى نكمل لكم كامل وش بغيتهم الوصفات ومبعد جبت هذك البطاطا الداعي اللي كنت فورتها نجيب البطير هكاك وهي سخونة نحكم نضربها مليح مليح كما راكم تشوفوا نضربها حتى نتحس باللي مكانش خلاص الكعابش هذو كما راكم تشوفوا هكاك وهي سخونة نحكم يعني مدامها ما زالت سخونة نزيد الفرماج من الاحسن انكم تجيبوا الفرماج مثلثات انا ما كانش متوفر عندي مثلثات يعني في هذا النهار على بها در تغير الفرماج رابي ضك يذوب مدامها سخونة ضك يذوب درت كمية صغيرة برك ودرت شوية الحليب كما راكم تشوفوا نبدأ نضيف الحليب بشوية بشوية احتهزركم حوالي 4 كاس بركة الحليب مهم انتو محتان تحسوا باللي الباطاطا شوفوا هذو هذي الكمية اللي زالتها يعني قدامكم اللي زالتها على الفرماج ونستحذرك يعني الباطاطا راحت تحسوها كشغول الوليات كريمية وفي نفس الوقت مشي سايحة ياسر كيل كرام شانتيت وليكم شغول كريمة جي ما شاء الله جي بنينة بزاف وهايلا ومع الاخير خلاص بعد ما تنحيوا الباطر ولا حتى قبل ما تنحيوا الباطر تقضوا تزيدوا الزبدة وتزيدوا تضربوا مليح انا الحقي كنت نحيت وكملت وكنت نسيت الزبدة في الاخير مبعد وليت عاود تفكرتها زدتها غير هكا برك هو من الاحسن ضربوها حتى هي معاها بش تطلع معاها جي ما شاء الله جي كريمية هاي لابنينة وخفيفة ما تصوروش كدوها خفيفة وهنا تحبو تزيدوا شوية في الفلكحن تحبو تزيدوها تخليوها عفون هكا بيضا كما انا انا نحب نخليها هكا بيضا وكل مرة كيفها في الحقيقة يعني ساعة نزيد لها في الفلكحن ساعة نخليها بيضا هكا بش جيني اللون تحامليح درتها في بوشة دوية البنات لادويلي تحبوها ديروها يعني كما الكريمات عادي لادويلي تحبوها يعني دروها في فلاب بوش وتخدمو بيها درتها هكا دي غوزا ستحصلو على شغول بيري موس الباطاطا كما تحبو تسميوها سميوها يسمى انا هذي ااب بيري وانا نسميها كاين ليسميها وكتنا موس الباطاطا كاين ناس يقولوها موس الباطاطا وهي ااب بيري بلك عادي وشيوها تجي كريمية هيك واتجي خفيفة خفيفة بزف وديروا السلسة هذي كتعكم البيضة جي فيها تعمة البصل هيك شوية وطعمة الدجاج هذك المقلي جي بنينة بزف يعني حبيت نوعلكم شوية دائما ديروا لاب بيري مع دجاج سلسة حمرة مع هكا هاي قلت لستوما شوية معا أنا لستوما تعيني نفضل نفضل حق الاكل يكون سوس يعني ابيض دائما لسوس بيوضاء عادوا يعجبوني لخطر ما يضرونيش بزف المعدة كما السوس الحمرة يعني هكا كالتغيير نتمنى احبابتي انها تكون عجبتكم هذ الوصفة وتسييوها وما تنسونيش دائما من دعمكم تعليقاتكم الجميلة وبإعجاباتكم باش يطلع الفيديو صلى اكبر عدد ممكن من المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته